بسم الله الرحمن الرحيم نحن نكمل على فرمياتي ثريم والكور في الحساس الذي فاته العلاقات 1-1 1-2-mini ونشاهده mini-to-mini كي لا يكون الفيديو طويل نحن نقسم هذا الفيديو الجوجة للأجزاء ونشاهده كيف سنسمى ونصمام التصميم مني-to-mini ونشاهده ونظر كيف ساحدث ونشاهده الجوجة للأجزاء نستطيعون في الإلغان أو تسائل ونشاهده نقوم بتصميم ونحن نضيف ونقوم بتصميم وضعيه الاني ونقوم بتصميم ونقوم بتصميم ونابقه نبقه من البعض يمكن أن نستعبق التجريب من الأعيام نعم نضي لعلة وكيف تسمى student ماذا سوف تقومين في العدد الخاص بك؟ نبدأ لأ жизнь نقوم بحث أننا من عدد نضي لنضي un student ID ويضم دعاء مثلا INT في القطع الآن نضي لعلة أخرى يمثل يوجد نعم هنا لنضي لها تبدأ اول مقرب ينفذ أطوار بطريقة عجرية ونضيف الشرط فضلك تأتي بطريقة الرياض بطريقة عجرية نضيف الكورس ونضيف الكورس كورس ونضيف الكورس في الاسم سلونا بسأكد سلونا بسعدت معقل صورة نضيف ثم يوجد إنتاج على عدد الساعات وهذا سيكون لديه إذا كان هناك مثلا فاصيل أو خمسة سويانس لديه ستودنت وعندي كورس في كورس عندي ستودنت ايدي لي ولكلي بريمير وفي كورس ايدي لي ولكلي بريمير في هذه الحالة لديه ستودنت مع كورس يحتمعي بأنني ستودنت ايدي خصين ايدي في كورس وعندي واحد الغولاسيون لي وان تو ميني مثلا لديني وان تو ميني!! عندما يريدornح الوطني لدي ستودنت في مجموعة كورس لكنني أحنا لدي لديه leftover لدي ستودنت اي تجال في مجموعة كورس وعندي واحد هم موديل وك SJP they common in 16 انه لدي وان تو ميني في بالاتجاه وان تو ميني في الاتجاه وان تو ميني فيالاتجاه في هذه الحالة تأتي عندي ميني تو ميني سوف نتسجل في المجموعة الدولير مجموعة الدولير سوف نضيف عنوح المقابل سوف نضيف من المجموعة الدولير نسمي اسcriptور يسميها ، إسدائي في الانسكريبشي في الحلقة حيث يكون هناك مجموعة من الإسدائي و مجموعة المنظمة أعطينا أن أخذ إد هذه العلاقة التي تكون مرأة هي العلاقة التي تتبعها 1 الضغط على المحتوى المحتوى الى المحتوى المحتوى للتعليقات ويقوم بتوضي начmbol التديني ويقوم بتوضيب الانتواب ويقوم بتوضيب المثال ويقوم بتوضيب المثال سينوت يقوم بتوضيب المثال الغالي بالحالات انتها بورد ايضا دف؟ ممكن فهدى الرو المنت فنحن نضع الرو المنت نضع الرو المنت وضع الرو المنت ممكن ان التعاصل purchases ولكن فنجدهم الرو المنتج فنجدهم هنا طريقة فى أن ننشبك هادشي يمكن أن نختار من هذه القائمة ونختار مثل Student ID نحاول ربطه ونختار مع Student ID هنا نحدد نوع العلاقة لدي ما تقوم بصفل ونختار مع Student أقوم بصفل ونختار مع Student ونختار مع Student نضع كورس نضع كورس نأخذ كورس ID ونحاول إلسقه ينسيق كورس ID تكون مخص يكون 1-2-MINI 1-2-MINI في الاتجاه 1-2-MINI في الاتجاه هي التي تولد لي و تعطيني واحد العلاقة من المنطقة تجزئ الجوج 1-2-MINI في الاتجاه كورس و 1-2-MINI في الاتجاه كورس هذا هو المنطقة في الاتجاه نحن نخدم على جوج الواجهة نكون مخصص و 1-2-MINI و 1-2-MINI هذه هي مخصص و 1-2-MINI و هذه هي طريقة لها لماذا و لماذا يكون لدينا 1-table أو 1-table ما بين هذه الواجهة ممكن يحتوي عليه هذا يعني ممكن يكون Student ID و كورس ID و لكن يمكن اضافة مختلفة التي يميز هذه العلاقة ما بين Student و كورس نتمنى أن كنت افتمد الفيديو و انشاء الله نرى تطبيق في VSCode